المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المكتب الجنائية الدولية عن جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يرتكبها جيشه ضد الشعب السوري المكتب الذي يمثل كافة نقابات المحامين في العالم العربي طالب المنظمات الحقوقية العربية والدولية بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية والعمل معها على تنظيم مؤتمر دولي لفضح العدوان التركي في حدود القانون الدولي والمواثق الدولية وأدان المكتب العدوان التركي باعتباره عدوانا صارخا على دولة ذات سيادة وخرقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بالحفاظ على وحدة واستقلال الدول مطالبا الجامعة العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبدء فورا بتشكيل قوة عسكرية عربية للدفاع عن الدول الأعضاء في مواجهة العدوان الأجنبي وطالب المحامون العرب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية لا تحتمل اللبس أو التأويل لمخالفة قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومخالفة كل القرارات الدولية ذات الصلة وذكر المكتب أن العدوان التركي يلزم كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التصدي له بكافة الوسائل بما فيها تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة داعيا الدول العربية ودول العالم المحبة للسلام أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع العدو التركي وطرد السفراء الأتراك من العواصم العربية حتى جلاء القوات التركية من الشمال السوري ومقاطعة البضائع التركية ووقف كافة الرحلات السياحية وغيرها إلى تركيا ووقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات التركية